السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه سلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وإنك تجعل الصعب سهل اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم احنا خذنا في الفيديو اللي فات الكنشس اللي بيطلع لل السيريبر الكورتكس في عندنا بقى انكونشس بروبريو سيبشن بيكون طالع لل سيريبيل لما بيختلف الباسوي للسيريبيل لما اللي هو الانكونشس بروبريو سيبشن عن الكونشس في إيه احنا كنا اتفقنا الكونشس بروبريو سيبشن اللي رايح للسيريبر الكورتكس الباسوي بتاعه بيكون من سيري سيري أوردر نيرون الباسوي يا جماعة للسيريبيلن بيكون تو أوردر نيرون باس الكونشس بروبريو سيبشن اللي رايح للسيريبر الكورتكس بسيبشن 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 سناخده كمان شوية يبقى تاخد بالك الانكونشس بروبريو سيبشن للسيريبيلن رايح دايما للإبسيلاترال سيريبر الكورتكس وبيتكون دايما من تو أوردر نيرون نبصي اللي يا جماعة التريكس بقى اللي حتشيل الانكونشس بروبريو سيبشن للسيريبيلن دول أربعة تريكس الأربعة تريكس دول بدئين في حتة وفي الآخر دايما بينتقوا فين في السيريبيلن عشان كده هو اسموهم دايما في الآخر هيكون سيريبيلر الجماعة دول اللي احنا هناخدهم بالاربعة تريكس كلهم في الآخر اسموهم سيريبيلر اتنين منهم جايين منين اتنين منهم جايين من اللي سبينال كورت وطالعين على السيريبيلن يبقى اسموهم ايه من اللي سبينال كورت للسيريبيلن يكون اسمهم Spino Cerebellar Rex Spino Cerebellar Rex عبارة عن اثنين واحد Posterior و واحد Anterior فأنت عندك Postero Spino Cerebellar و Anterior Spino Cerebellar في عندي بقى Cerebellar رايح فين؟ في عندي Cerebellar رايح من ال Vestibular Nucleus لل Cerebellum يبقى اسمه Vestibular Cerebellar في عندي واحد رايح من الأكسسوري كونيت نيوكليس اللي احنا عرفها كمان شوية رايح السريبيلوم يبقى اسمه Cerebellar فكيوني و Cerebellar ده جاي من الأكسسوري كونيت السريبيلوم Vestibular Cerebellar ده من Vestibular Nucleus السريبيلوم و 2 جايين من ال Spinal Cord يبقى اسمهم Spino Cerebellar ناخد واحد واحد نبتدي بمين؟ نبتدي كده نشوف في ال Spinal Cord الاخوات Spino Cerebellar نبتدي بمينة نقوم بمينة نبتدي كده نبتدي نبتدي بمينة نبتدي نبتدي بمينة في الثلاث دول والاثنين دول طلعين من الاسبينال كورد للسيربيلم يبقى اسمهم سبينو سيربيللر عشان يفرقهم طبعا من بعض في واحد بوستيرور يبقى اسمه بوستيرو اسبينو سيربيللر وواحد قدامي يبقى اسمه أنتيرور اسبينو سيربيللر وطبعا هيا هيا ب 한다 الأنتيرور اسمه بيتبقى علايه أنتيرور سيربيلر بالطبع هي ضرتFft spinal cerebellar والله هناك especiallylier بالطبع هوwagen کے سيطين ضرتF vertralfromة cách نتبقى سيربيلر ودورسل هي بوستيرو نابتدي بالặc المهم او دون الحقيقة هي � vuel diasبقية الدولير بيفعل بوستير hombres من اللوار لم ومن الترانك من اللوار لم ومن الترانك رايح فين دوا من اللوار لم ومن الترانك البروبروسيبشن جاي والفيرستوردر نيرون كالمعتاد فدورسل روت جانجل وال جماعة دول هتطلع عادي جدا جدا الفيبرز بتاعتهم في الجراسيل نبقى سنلاقي الفيبرز بتاعت الجراسيل وهي طلعة الفيبرز بتاعت الجراسيل وهي طلعة جماعة بتدي كلاترال بتدي كلاترال للسكند أوردر نيرون مين بقى السكند أوردر نيرون بتاعك نيوكلياس اسمها كلاركس نيوكلياس نيوكلياس السودة دي اللي اسمها كلاركس نيوكلياس 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 التعالي من بقى الاكسونس الاكسونس دي جماعة بتطلع في اللاترال فانيكولاس طلع في اللاترال فانيكولاس as the posterior spino cerebellar tract طلع اهي في اللاترال فانيكولاس رايحة فين دايما on the same side بنت حلال وزاوة crossing وراح الداخلة في ال inferior cerebellar bedungal على ال cerebellum وانت اخد بالك قد بالك انت عارف ان cerebellum مروش بالتلاتة مداخل لل fibres inferior cerebellar bedungal middle cerebellar bedungal will inferior cerebellar bedungal على فكه كل ال fibres اللي انا هقولها دلوقتي كلها posterior spino cerebellar vestibular vestibular cuneus cerebellar كلهم التلاتة دول داخلين cerebellum عن طريق inferior cerebellar bedungal ما عدا الشاز اللي هو anterior cerebellar bedungal ده الوحيد اللي الفايبرز بتاعته بتخش miss superior cerebellar bedungal هو دايما anterior spineus cerebellar ده الشاز بتاع المجموعة دي كلها فانت حتبص تلاقي دايما second order neuron في كل الفايبرز اللي شايلة unconscious sensation للcerebellum دي داخل عن طريق inferior cerebellar bedungal ما عدا اللي احنا هنقوله دلوقتي حالا كمان خمس دقايق anterior spineus cerebellar ده بيخش عن طريق superior cerebellar بدعم البosterior اذا spineus cerebellar ده first order neuron بتاعه زي عادي جدا كل اخواته في الدور سال root ganglion على الجراسيل اللي شايل sensation من lower lemon trunk الدكول lateral لل clark's nucleus اللي في base of the posterior horn of the gray matter الاكسونز بتاعتها رح تطلع on the same side as posterior spineus cerebellar tract دخلت في inferior cerebellar بدنكل ورح تدخل في cerebellum كالمعتاد on the same side نيجي بقى لأخوه أخوه من anterior spineus cerebellar ده فرق ايه بينما بينك ما فرقش حاجة الانتيريو spinus rebellar ده بس يفرق انه جايب من lower limb بس مش جاي posterior spinus rebellar بس بيشيل sensation من lower limb وال trunk لكن anterior spinus rebellar جايب من lower limb بس و و الفرست order neuron كالمعتاد الفرست order neuron هو هو دور س روت جانجليون وال axons اللي في الجراسيل راحت ايه هنا هوا راحت رايحة لا مين بقى second order neuron second order neuron يعني مش بعيدة large cells scattered حوالين clark's nucleus شوية large cells كده من بحترة حوالين clark's nucleus برضو في the base of the posterior horn of the gray matter ده second order neuron طب axons بقى هتعمل ايه هي دايما anterior spinous rebeller ده الشاز في كل حاجة الشاز في كل حاجة بعد ما حصل بقى ريلي هنا هوا في large scattered cells دي axons بتاعتها بتاعت second order neuron العادي زي كل اخواتها تطلع فين تطلع في anterior spino cerebellar tract on the same side عشان بتعمل بتعمل حاجة غريبة بوس هتعمل ايه اللارج سكاثل دي axons بتاعتها معظم الفايبرز بتروح حاملة crossing to the opposite side وتطلع في anterior spinous cerebellar tract on the opposite side لحد ما تطلع بقى فين الفايبرز الشاز دي والفايبرز بنت حلال دهيا كلهم بيخشوا cerebellum عن طريق superior cerebellar بدانكل فهذا تاني حاجة شاز طب الفايبرز كده وح تقولي يا جتور اللي عملت crossing هتروح لل opposite side لا هتروح لل epsilon same side of the cerebellum ازاي بقى وهي عاملة crossing ما هي جوة cerebellum هتصلح الغلط بتاعها او لما بتوصل الفايبرز دي يا جماعة اللي هي opposite side بتروح عاملة crossing again عشان توصل لل same side بتاع فهنا حصلت حاجة غريبة ما انا بقولك التراك ده شاز شاز اولا انه هو عامل crossing تحت قلنا خلاص بقى حيروح عامل يعني رايح لل cerebellum ما لا حتى تاني لا اروح ال cerebellum من او بيروح عامل crossing تاني عشان يروح لل ebsilatral cerebellar hemisphere هذا تراك غريب بيعمل double crossing معظم الفايبرز بتاعها بس ده ما يمنعش انه فيه fibers ولي كده بنت حلال بتروح طلع on the same side في anterior cerebellar tract على same side على طول ولا عملت لا crossing تاع ولا crossing فوق ولا حاجة خالص لكن هي معظم الفايبرز الشاز دي اللي عملت crossing وصلحت غلطتها بانها تعمل recrossing عشان تروح عن طريق السوبيرو cerebellar بدانكل ودي شاز لانه داخل السوبيرو cerebellar بدانكل بينما بقيت اخوات كلهم بيخش وكل التراك التانية بتخش عن طريق inferior cerebellar بدانكل يعني on the same side وعن طريق inferior هي المعظم التراك ده كده كله شاز وهو اللي بيعمل حركات غريبة crossing وrecrossing ويخش شاز غريب معن طريق السوبيرور cerebellar بدانكل نيجي بعد كده هو للتراك التالت اللي اسمه كيونيو cerebellar كيونيو cerebellar ده بقى عبارة عن ايه ده carrying بروبروسيبت سينسيشن فرم ز أبر ليم الفايبرز بتاعته زي أي بروبروسيبت في فايبرز الفايبرز تورد نيرون فوين دور سرود جانجر و شايلة سينسيشن من الأبر ليم بدان بقى شايلة سينسيشن في الأبر ليم ده يبقى تابع الكونيات تريكت وبالذات اللاترال فايبرز اللي في الكونيات الفايبرز دي بقى طالع في اللاترال اسبكت في الكونيات و تروح باعتالك في برز مش هتنتهي بقى في الكونيات نيوكلياس لا بتروح للنيوكليس جنبها على طول جاستي لاترا الليها النيوكليس اللي جاستي لاترا الليها دي اسمها Accessory Coneate Nucleus بتكون في Closed مضلة جنب الكونيات الاسسية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها يعني احنا لو عايزين نشوف ال Accessory Coneate اه اه بشديد جراسيل نيوكليس وديد كونيات نيوكليس هنا جنبك على طول جاستي لاترا الليب بترسمها هنا على الرسمة دي لابعايز دايرة كده هوا وتكتب عليها Accessory Coneate ال Accessory Coneate ده هي انبقى اللي هي Second Order Neuron لخلايا بتاعتها بتروح نطلع عليك Fibers بنت حلال تروح داخل على طول فيل Inferior Cerebellar بدانكل مع بقية اخوتها وداخلة في Ipsilateral اللي هو Same Side of the Cerebral Cerebellar Hemisphere اهو من الأبرلم جاية الفايبرز فالفايبرز بقى هتمشي هنا بقى لاترالي في الكونيات والفايبرز اللاترالي في الكونيات دايا تروح للنيوكليس اللاترال للكونيات اللي هي Accessory Coneate والفايبرز اللي تروح من الأكسيس والكونيات اللي Second order نيرون وهو الأكسنوز بتاعته ماشيت زي اخوتها بنت حلال خالص فيه Inferior Cerebellar بدانكل على Cerebellar كده احنا خدنا اتنين Spine Cerebellar بصير عن تير وخدنا كيونيو Cerebellar فقدر لك مين بقى فقدر لك الأخ دا و ايه الأخ دا بقى يا جماعة الفيستيبيول سريبيل ايه الفيستيبيول دا يا جماعة زي ما انتوا عارفين الفيستيبيول النيرف دا النيرف بعد التوازن فالفيستيبيول النيرف طالع من ال internal ear وفي ganglion هنا طبعا يا جماعة الفيستيبيول نيرون بتاع دي الخلايا اللي موجودة في الفيستيبيول اللي موجودة في inner ear في الأزن الداخلي inner ear دي فيها الفيستيبيول طالع منها هاي الخلايا طالع من الخلايا دي الاكسون بتاعها اللي هو الفيستيبيول نيرون رايح لمين رايح للخضرة دي اللي هاي السيكون order نيرون من السيكون order نيرون دو ال أربع vestibular nuclei موجودين في الأبر part of bones الأبر part of medalla وال lower part of bones في الأبر part of the medalla في أربع vestibular nuclei تطلع الفيستيبيول نيرون بقى second order نيرون تطلع الاكسون بانتح لانتح لانتح زي اخوات على inferior cerebellar بدانكل على الإبسيلاترال cerebellar hemisphere يطرع ايه الفانكشن بتاعة التريكس اللي قلت هدي كلها الاتنين لسباين اللي هم بستير واتير وسباين وصريبال مع كيون وصريبال اللي هي جايبة السنسيشن بتاعة الأبر لام دول كلهم يا جماعة شايلين بروبيوسبتف امبال وبروبيوسبتف انفورميشن للسريبيلون ليه عشان السريبيلون يعمل ريجيوليشن للمسل تون and كوردنيشن بتوين موسلز فده اللي جايين من السكيلتر هو موسلز كلهم بيقولك وضع الموسلز ايه وكوردنيشن حنعمله ازاي و الريجيوليشن of موسل تون عضلة تشد شوية عضلة ترخي وهكذا طب الاخر بقى ده ده جايبلك بروبيوسبتف information من من الانر اير الانر اير طبعا ده زي ما انتوا عارفين فيها فليوود والفليوود ده حساس قوي لوضع الجسم والوضع الهيد فانا حساس حساس جدا لأي تغير في وضع الجسم ويبقى ده جماعة الانكونشس بروبيوسبشن اللي رايح للسيريبلوم اربعة ترك اتنين سبينو سيريبلر بوستيرو انتير واحد كيوني سيريبلر اللي جايبلك ال بروبيوسبتف سينسيشن من الابر لام و بستيبيول سيريبلر اللي جايبلك معلومات وينفورميشن من الانر اير للسيريبلر وتاخد بالك من التلاتة الاولين البوستيرو سبينو سيريبلر جايبلك بروبيوسبتف اييبلس من اللور لم ومن الترانك ده البوستيرو لكن الانتيرو ده جايب من اللور لم بس الكوني سيريậy للر ده اللي جايبلك البروبيوسبتف سينسيشن من الابر لم و dues مبقى اللي بيجايبلي بروبيوسبتف سينسيشن من أو يعني معلومات information من ال انتنى الاير ده البيستبيول سيريبلر ويبقى ده ال unconscious proprioception بتاعنا اللي رايح للسريبيلوم thank you for good listening and good luck